أصعد الله وأوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ذا يوم الخميس عشرين أيار القمر موجود اليوم الآن يعني موعد بث الحلقة موجود لسه بالأسد بده ينتقل للعذراء مبارح حكينا عن الانتقال ولكن لازم أنه نذكر فيه بما أنه ساعات خلق المصارب تيجي فيه موعد بث الحلقة فلازم أننا نعيدها على أساس نوع من أنواع التذكير طبعا اليوم في عنا حدث برضو غير أنه انتقال القمر برضو انتقال الشمس للجوزاء وهذا حدث ممتاز جدا إن شاء الله رح نعرف لها جميع الأبراج وتأثيرات خلال فترة الشهر القادم يعني زي توقعات شهرية أهم الأشياء التي تركزوا عليها طبعا القمر موجود في منزلة الصرفة الآن وهي للربح والضرر الخراب الإصلاح بين الشركاء ثبات رح يمكث القمر في هاي المنزل لغاية الساعة أربعة وثلاثة وأربعين دقيقة صباحا من صباح يوم الخميس لا ينتقل بعديها لمنزلة العواء وهي للربح والحرية والزواج طبعا الآن هي فترة يعني كمان ساعتين تقريبا بيبدأ في عنا خلو المسار خلو المسار هذا بيبدأ الساعة سبعة واثناشر دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش بانتهي الساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة مساءا بتوقيت جرينيتش لا ينتقل القمر ويستقر في برج العذرة طبعا بتوقيت الأردن الساعة اثناش يعني منتصف الليل على حسب توقيت الأردن بيكون انتقل واستقر بالعذرة طبعا القمر لما بنتقل الساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة خلاص بيكون بلش يعمل أول زوايا فبالفترة هاي ما بين الساعة سبعة واثناشر دقيقة للساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة هاي فترة اسمها خلو مسار يعني القمر بيكون بنتقل من برج لبرج بشكل شزوايا فعشان هيك هاي فترة سلبية بنقول انها لا تصلح للبدء بأي عمل جديد أو مهم مثل توقيع عقد أو خطوبة أو زواج أو شراء شيء ثمين بل إكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل خلو المسار القمر طبعا زي ما حكينا انه ساعة ثمانية وثمانية وخمسين دقيقة بنتقل وباستقر في برج العذراء ولما باستقر في برج العذراء بنكتسب جميع الأبراج من صفات الأساسية لبرج العذراء بنعود الآن لطبيعتنا الجادة ومننتبه أكثر لصحتنا بممارسة تمارين رياضية أو البدء بحمية بتساعدنا على محافظة على وزن مناسب بنقبل على عملنا بهمة ونشاط ما منترك لا وردة ولا شاردة دون تفاحصها نجد أنه عنصر التنظيم في عملنا بيلعب دورهام بنشعر أن الناس شحيحون في عطاءهم ماديا وعاطفيا ممكن ننتقد أنفسنا أو نتفهم أو نتفقد أنفسنا ونتوهم أمراض ما لها أي وجود هذه أفضل فترة للتخلص من عادات سيئة مثل التدخين أو شرب الكحول بوسعنا اقتناء حيوان أنيف أو مطالعة كتاب مفيد أو البدء بوظيفة أو عمل جديد طبعا الساعة عشرة وست دقائق بتوقيت جرينيتش بتتشكل أول زاوية ما بين القمر وما بين المشتري هاي زاوية اسمها زاوية التقابل يعني بكونوا قبال بعض على الخارطة الفلكية هاي الزاوية سلبية طبعا تأثيرها علينا على جميع الأبراج يجب توخي الحذر ممن يحاولوا استغلال طيبتنا وكرمنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة راح تكون زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس يعني بين كوكبين بطيئات بالحركة وهاي راح تكون في تمام الساعة وحدة وثمانية وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش بتتهيئ الفرصة للبدء أو لبدء علاقة غرامية بصورة مفاجئة بين طرفين ومننظر للحياة بتفاؤل أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أما بالنسبة للزاوية التي تليها فهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس وهاي راح تكون في تمام الساعة ستة وثمان دقائق مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بعد هاي الزاوية بصير الحدث اللي احنا تحدثنا عنه اللي هو انتقال الشمس للجوزة في تمام ساعة سبعة وستة وثلاثين دقيقة مساء بتنتقل الشمس من برج الثور لبرج الجوزة ورح تظل موجودة فيها يعني رح تنكت في برج الجوزة حتى صباح يوم واحد وعشرين ستة معنى دخول الشمس للجوزة هاي بتأتي بشحنة من الحركة لجميع الأبراج والحيوية فبتكثر عندهم الاتصالات وبتزداد راغبتنا في اكتساب المعرفة عبر المطالعة والدراسة والمشاهدة مثلا لأفلام وثائقية او برامج علمية ومنشعر بقوة الفكر وبتغلب المنطق على المشاعر بالفترة هاي اكثر من المعتاد بيشعروا موليد برج الجوزة تحديدا اللي بنقولهم كل عام وانتوا بخير لانه معلى دخول الشمس على الجوزة يعني بمعنى انه كل يوم بيجي عيد ميلاد شخص من موليد برج الجوزة طبعا بيشعروا موليد برج الجوزة بفترة افضل من قبل اللي هي من الشهر الماضي لانه الشمس كانت موجودة في الثور في بيت متاعبهم الان بتعيد لهم نشاطهم المفقود وبيطرأ تحسن على صحتهم بيستفيد معهم كذلك موليد الابراج الهوائية الاخرى والنارية زي مثلا موليد برج السرطان هدولا يعني موليد برج السرطان هم اللي هسا بدهم ينتبهوا اكثر اشي لانه الشمس صارت موجودة في بيت متاعبهم بالجوزة طبعا بالنسبة لموليد الابراج الهوائية اللي بيستفيدوا وهم زي ما حكينا الجوزة الميزان الدلو هدولا بيستفيدوا والنارية زي الحمل والاسد والقوس طبعا الانتباه اكثر على صحتهم بالنسبة للسرطان موليد برج الجدي موليد برج القوس شوي ممكن انهم يتأثروا بشكل ضاغط لانه اول اشي بالنسبة للجدي الشمس بتصير موجودة في بيتهم السادس فهذا الاشي بيتعبهم لانه هذا بيت العمل والصحة وبالنسبة للقوس لانه مقابلهم تماما فطاقتهم بتكون ضعيفة اما بالنسبة لتأثير وجود الشمس في برج الجوزة على جميع الابراج وجميع الطوالع في نفس اللحظة بالنسبة للحمل اللي برجهم الحمل واللي طالعهم الحمل بيستفيدوا انه بصير عندهم نشاط بالسفر بالاتصالات القريبة بالدراسة بالتجارة المحلية بامور الها علاقة بالسيارات او الها علاقة بالاتصالات كلها هاي بينشطوا فيها بالفترة هاي بشكل كبير وبحققوا نتائج ممتازة بتتركز عليها دا استغلتوا هاي الاشياء بتكون يعني لصالحكم اما بالنسبة لموليد برج الثور هاي فرصة بتعطي فرص مالية بتيجي عادة من عمل اضافي او مكاسب او نوع من انواع الدعم او هدايا او بتيجي على شكل مستحقات بترجع لكم اما بالنسبة لموليد برج الجوزاء هنا بيبدأوا تدريجيا فترة افضل بتعيد لهم نشاطهم المفقود لانه كل يوم يعني بمعنى اخر موليد اول يوم من موليد برج الجوزاء هم اول ناس بيشعروا بالراحة اكثر من موليد اخر مولود في برج الجوزاء فعشان هيك كل يوم بيبلش مولود اليوم اللي هو عيد ميلاده هو اللي يشعر بتحسن اكثر من الموليد اللي بعده فما بيجي يعني ما يجي شخص بكرة او بعد اسبوع يقول انت حكيت الجوزاء بدهم يتحسنوا انا موليد شهر ستة ما تحسنتش لا في شهر ستة في عيد ميلادك بيبدأ التحسن ولكن من الان بتبلش يتخف الضغوطات عليك مش زي الشهر الماضي اما بالنسبة لموليد برج السرطان على عكس موليد برج الجوزاء هدولا بيتشتازوا فترة غير مريحة صحيا ونفسيا بسبب انه الان الشمس صارت موجودة في بيت متاعبهم هاي الفترة اللي احنا منسميها غربال العام اللي هي بمعنى انك انت بتصفي كل الاشياء اللي صارت معك خلال العام الماضي في اشياء بتكمل معاك في اشياء انت بتنهيها في اشياء بتبدأ مرحلة جديدة فيها فهنا هاي فترة القرارات الحاسمة طبعا هي فترة ضاغطة ولكنها مفيدة اليك لو نظرت لها بعد فترة اما بالنسبة لبرج الاسد بينشطوا اجتماعيا بشكل كبير بيستفيدوا من العلاقات الاجتماعية بشكل كبير بيتعرفوا على اشخاص جدد ممكن يتوجه لهم دعوات او ينشطوا في مناسبات اجتماعية بشكل كبير خلال الفترة القادمة اما بالنسبة لموليد برج العدراء بينصب اهتمامهم حول تدعيم مكانتهم الاجتماعية على مستوى العمل على مستوى السمعة على مستوى المكان الاجتماعية على مستوى امور الها علاقة بالعمل بالرؤساء العمل بمعرفة اشخاص من منصب او من طبقة ارقى فهذه الفترة ممتازة جدا ولكن انه ما بدهم يبالغوا لانه طبعا هذا بيت السمعة فممكن في فترات تمتحن اذا كنت جاهز او لا او ممكن انك اذا خالفت القوانين انه تتسجل عليك نقاط اما بالنسبة لموليد برج الميزان هنا بينشطوا في مجال السفر البعيد والاتصالات البعيدة الدراسة الجامعية الامتحنات الجامعية التواصل او التعرف على اشخاص خارج البلاد او التواصل معهم اجراءات الها علاقات بالاقامة مثلا في دولة اجنبية او الهجرة او القضايا القضائية فهذه فترة ممتازة بالنسبة لموليد برج العقرب اه هنا بيحصلوا على مال بيجي من شراكة او من تعويض او اموال بتكون لكم او قروض اه او اموال الشريك فبتتركز هي على الاموال المشتركة بالنسبة لموليد برج القوس حكينا انه هم من الاشخاص اللي رح يكونوا مضغوطين خلال هذا الشهر بسبب انه طاقتهم بتكون ضعيفة فهنا بتعزز شراكاتهم او العلاقات ما بينه وبين شركاء شركاء العمل او شركاء العاطفة ولكن بدهم ينتبهوا اكثر لطاقتهم لانها ضعيفة فبدهم ينتبهوا برضو على صحتهم اما بالنسبة لموليد برج الجدي هنا بيتراكم العمل لديهم بدهم ينتبهوا لصحتهم وبرضو بدهم ينتبهوا لعملهم بالفترة هاي في منكم ممكن ينتقل لعمل جديد او يكون عندهم ضغط على مستوى العمل او مشاكل بتصير معهم بالعمل وبرضو صحتهم بدها تكون يعني تحت المراقبة اذا شعروا باي شيء غير اعتيادي بدهم يراجعوا الطبيب بالنسبة لموليد برج الدلو بيجتازوا فترة ايجابية عاطفية ومالية ونفسية هذا البيت الخامس لهم فهو بيت الحضوض بيت الاولاد بيت الابناء بيت الحمل بيت الانجاب بيت الافراح بيت الزواج والعاطفة الارتباط بيت المال يعني بالنسبة لهم يعتبر هذا شهر مميز بدهم يستفيدوا بكل طاقتهم كل شيء بيصير معهم خلال هذا الشهر اما بالنسبة لموليد برج الحوت فبينصب اهتمامهم حول الامور اللي لها علاقة بالعقارات والعائلة والبيت حل بعض المشاكل البيتية في منكم ممكن ينقل من مسكن لمسكن او يبيع عقار او يجي من عقار مثلا يكون ميراث او مشاكل عليه او منازعة عليه الفترة هاي ممكن تنصب كل الاهتمامات على هاي الامور اما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي الزاوية الاخيرة اللي رح تتشكل خلال هذا اليوم هي زاوية تربيع سلبية بين القمر وبين الزهرة وهاي رح تكون في تمام الساعة 11 مساء بتوقيت جرينيج اكثر المتضررين هم اللي بيكون عندهم مشاكل عاطفية لانه هنا بتجبرهم انهم يتجهوا للتنفيس من خلال صرف النقود باسراف دون حساب يعني بمعنى اخر زي اللي بيهرب من المشكلة العاطفية بروح بيشتري اي شيء لاجل فقط انه هو بيتفشش طبعا بما انه القمر رح يكون موجود بالعذراء معناة خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة يوم واحد وعشرين خمسة بيبدأ خلو المسار في تمام الساعة سبعة وخمس وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينيج وبيستمر حتى اليوم التالي اي اليوم السبت اثنين وعشرين خمسة حتى تمام الساعة وحدة وخمس وثلاثين دقيقة فجرا لا ينتقل القمر بعدها لبرج الميزا اما بالنسبة لعمر القمر العمر القمر انحسار المحدب تسع ايام في تمام الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة صباحا بيصبح عشر ايام نسبة الاضاءة اليوم تقريبا خمسة وستين في المية اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثور وبدأ تنتقل للجوزاء ورح تمكث في الجوزاء لغاية يوم واحد وعشرين ستة اليوم منتحسة بنسبة عشرين في المية بالنسبة للقمر زي ما حكينا انه الان موعد بث الحلقة هو بالاسد ساعة منتصف الليل بيصير بالعذراء ورح يمكث في العذراء حتى يوم اثنين وعشرين خمسة المزاج ممتزج يعني اليوم متقلب مزاج القمر كل ساعة بيكون شيء ولكن نسبة الامتزاج هاي عشرة في المية فبساعات بيكون منتحس بنسبة عشرة في المية ساعات بيكون سعيد بنسبة عشرة في المية ولكن ما بيزيد عن هاي النسبة اما بالنسبة العطارد في الجوزاء حتى يوم تسعة وعشرين خمسة سعيد بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجوزاء حتى يوم اثنين ستة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم 11 ستة سعيد بنسبة 60% أما بالنسبة للمشتري في الحوت حتى يوم 26 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 23 خمسة منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثورة حتى يوم 28 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 25 ستة سعيد بنسبة 15% بلوتوف الجذب يتراجع حتى يوم 16 منتحس بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم بيتراكم فيها العمل أكثر من المعتاد بما أن القمر سيكون موجود بالعذراء ممكن تجدوا صعوبة في إنجاز الكثير من أعمالكم بتكن تنتبهوا بشكل جيد لصحتكم حاولوا إيجاد الحلول وعالج المسائل الطارئة للتواصل أو للتوصل إلى اتفاق ابحث عن حليف أو عن دعم واتجنب الإساءة إلى الأصدقاء وشركاك حاذر من التراجع الصحي برج الثور بتظل الرغبة قوية في التقرب من أحبائكم وإيجاد قاسم مشترك بجمعكم بهم بحيطك الفلك بالحيوية والحماسة لمتابعة المساعي وللتواصل مع المحيط ممكن يكون هذا اليوم من أفضل أيام الشهر وأوفرها حظاً اليوم بتشعر بالطمأنينة والراحة بشكل كبير إذا حاولت استغله بشكل إيجابي برج الجوزة بتنشغلوا في تنظيم أموركم البيتية والعائلية ووسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم بتشعروا ببعض الحزن والتعب وبتبحث عن ملاذ آمن أهم إشي ما تنتقد أقرب الناس إلك ابتلمس توتر على الصعيد العائلي بسبب كثرة الضغوط والأمور الطارئة برج السرطان كونوا أكثر وعياً على الطرقات خاصة أثناء السفر داخل المدن لا تدخلوا في نقاش حاد مع أخ أو جار بيسجل هذا النهار لقاء مهم أو اتصال مفيد بتجري أبحاث أو مفاوضات ناجحة بتقوم بزيارة أو ممكن تلاحق عمل ملح وضروري خلال هذه الفترة أو خلال اليومين المقبلين برج الأسد خففوا من النفقات قدر المستطاع وابتعدوا عن المشتريات الغير ضرورية وإحرصوا على مالكم من السرقة أو الضياع اليوم ممكن تناقشوا موضوع مالي ما تتسرع في أي استثمار قبل مراجعة التفاصيل لا تبذر أموالك كون عاقل ومتيقذ قبل التوقيح على العقود وحدد أهدافك بشكل جيد برج العذراء تشعرون بثقة كبيرة بالنفس وقدرة على السيطرة على زمام الأمور بتكون مميز بأداءك فالفترة هاي واعدة بخبر أو تسوية أو انطلاقة أو مرحلة جديدة تطرح أفكار جديدة وبتجتهد في إنجاح مشروع جديد الفترة هاي بتحمل حماسة ووضوح في الأفكار برج الميزان يتطلب منكم الانتباه بشكل جيد على صحتكم بسيطر التعب الشديد عليكم اتفكر في إلغاء المواعيد والابتعاد عن الأضواء احمي نفسك من المحتالين ابتهدأ الوتيرة وابتتراجع الأرباح والحيوية هذه فترة محبطة جدا ومخيبة للآمال بسبب وجود القمر في بيت المتاعب برج العقرب تنشطون اجتماعيا وتلتقون الأصدقاء هذا النهار منكم من يشارك في حفل أو مناسبة سعيدة الأهم لا تبقى وحيد بل سارع للمشاركة وإلعب دور بناء في محيطك ومجتمعك تتمتع بحضور لافت وشعبية واسعة الرؤية واضحة ولا يجوز تجنب أخذ القرارات برج القوس بوسعكم المحافظة على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل لا تجازف بسمعتك أو حتى باستقرار وظيفتك تتجنب التصرف الارتجالي هذا النهار ركز بشكل جيد على عمل واحد قبل الانتقال إلى آخر ونظم أعمالك كي تنجزها بكاملة برج الجديد تنشطون في السفر والاتصالات كونوا أكثر وعيا على الطرقات خاصة أثناء قيادة السيارة بين المدن اندفاعك وحماسك سوف يتركان أجمل الانطباعات عنك بسبب حيويتك الفائضة تطمئن خواطرك وتختفي هواجسك فترة إيجابية جدا فلا تضيع عليك الفرصة برج الدلو تفحص حسابا ماليا مشتركا وخففوا من النفقات صحتكم أو صحت قريب لكم بحاجة للرعاية كون مرن ولا تتنازل عن حقك شرط الامتناع عن فرض الرأي أو التسلط به ابحث عن الحلول التي ترضي مختلف الأطراف لا تهم الملفا ولا قضية برج الحوت تتركز جهودكم حول البحث عن قاسم مشترك يجمعكم بالشركة سواء في العمل أو في العاطفة كونوا أكثر تفهما لوجهة نظرهم نسق بين مختلف الواجبات حافظ على هدوئك الكامل هذه الفترة فالضغط الكبير والأوضاع قد تصعب قليلا خلال هذه الفترة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر